رغم الانتقادات التي توجه للقفزات السريعة للصين في قطاع التكنولوجيا، لكنها تسير قدماً وتسعالت عميق حجم صادراتها والاستثمارات في قطاع التكنولوجيا على الصعيد العالمي، ما يعتبره البعض هيمنة غير مقبولة. ارتفعت الاستثمارات في قطاع التصنيع للتقنية وصناعات الخدمات في الصين. شركة أست جي أس الرائد عالمياً في مجال الاختبار والفحص وإصدار الشهادات شغلت مختبرها الجديد لأداء الترشيح في مدينة سوتشو بشرق الصين بعد استعدادات استمرت عاماً واحداً. نحن متفائلون للغاية بشأن منطقة جيانجسو وتشيانجيانج وشانجهاي بأكملها، وسوف نتوسع إلى مناطق أخرى في المستقبل. نتوقع أن نضاعف استثماراتنا الجديدة ثلاث مرات على الأقل في السنوات القليلة المقبلة. استقرت المزيد من شركات خدمات تكنولوجيا الفائقة، خاصة تلك المتعلقة بالتصنيع في البحث العلمي والخدمات الفنية ونقل المعلومات وخدمات الكمبيوتر. إن تطوير الصناعات التحولية هو نظام بيئي لا يتطلب نموه فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى بعض الأنظمة البيئية التي تدعمه على مستويات مختلفة من بينها العلوم الاجتماعية. وتوسع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين في الاستخدام الفعلي بالنسبة 14.9% على أساس سنوي. وتسعى وزارة رأس المال الأجنبي والاستثمار الخارجي الصينية لتوجيه المزيد من الاستثمار الأجنبي للتدفق إلى قطاعي التصنيع والتكنولوجيا الفائقة في العام 2022. وتنبلينا من بيروت الكاتبة سابين عويس المتخصصة في الشان الاتصادي. صباح الخير سيدة سابين وأهلاً بك معنا عبر شاشة الغد في نافلة القول. لو تحدثنا عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما تسعى إليه الصين. إلى أي مدى شكلت هذه المسألة محوراً رئيسياً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والغرب من جهة والصين من جهة أخرى؟ عفواً ولكن إلى أي حد شكلت محوراً أو أساساً للحرب التجارية أو انطوط على مخاوف بالنسبة للغرب والولايات المتحدة؟ يعني لا شك أنه اليوم العالم يواجه وليس فقط اليوم وإنما منذ سنوات ومنذ صعود العملاق الصيني واستحوازه على موقع متقدم في النظام العالمي الاقتصادي. لا شك أنه هذه المسألة الصراع والتنافس بين الولايات المتحدة والصين الذي يأخذ أشكال متعددة صحيح أنه ربما الشكل الأساسي هو مسألة التنافس التكنولوجي والتي تبلورت أكثر وفأكثر على الصراع على تقنية الجيل الخامس الفايف جي التي تقدمت بها بشكل كبير جداً الصين فيما الولايات المتحدة لا تزال في مراتب لم تتمكن من الوصول إلى هذه التقنية علماً أنه اليوم أيضاً يجب أن نذكر أن الصين تنفق الكثير من الأموال بمليارات الدولارات بين 15 و20 مليار دولار سنوياً على البحث والتطوير وقد بدأت تطور الجيل السادس لذلك اليوم نرى أن هذا الصراع الذي تعطيه الولايات المتحدة بعداً تكنولوجياً تحاول أن تضعه في إطار تهديد الأمن القومي الخوف من النفوذ الصيني على المجال الأمن القومي على التجسس وقد رأينا أنها منعت دخول هذه المنتجات إلى بلادها ولكن هو في الواقع صراع على قيادة العالم الاقتصادي قيادة النظام الاقتصادي السيادة الرقمية العابرة للحدود طيب سيدة نعم وخصوصاً أنه بدأت تشعر الولايات المتحدة أنه نعم تفضلي تفضلي لا أقصد أنه اليوم بدأت تشعر الولايات المتحدة أنه أحاديتها هيمنتها على النظام العالمي باتت مهددة سيما وأن الصين بدأت تجد لها شركاء في العالم في أوروبا في الشرق الأوسط وأوروبا تسعى من خلال هذا الموضوع إلى كسر أحدية الولايات المتحدة بعدما عانت الكثير من تبعيتها لوشنطن صحيح حتى كان هناك اعتراف أمريكي بأن الصين تقترب من حسم حرب التكنولوجيا لصالحها طيب بحسابات الربح والخسارة سيدة سابين كيف كسبت الصين هذه المعركة مع الولايات المتحدة والغرب أو عند أي نقطة بالتحديد يمكننا القول بأنها كسبت المعركة يعني اليوم لا أدري إذا كنا نتبكى من القول أنها كسبت المعركة لأنها الأكيد أنها على خط متوازن مع الولايات المتحدة كسبت في المجال التكنولوجي أنها تمكنت من وضع تقنيات مهمة جدا متطورة جدا عجزت عنها الولايات المتحدة هذا واحد اثنين بيّنت الجائحة جائحة كورونا أن الصين قادرة على ضرب العالم إذا أرادت ووقف سلسلة التوريد يعني رأينا خلال عامين كيف عجزت دول كثيرة مثل أوروبا مثل منطقتنا على تأمين سلسلة التوريد بالنسبة لمنتجات أساسية ليس فقط على مستوى المواد الشأن التكنولوجي أو التقني يعني حتى إذا ذهبنا إلى موضوع مثلا السيارات رأينا كيف قضية الرقائق التي لا تزال الولايات المتحدة تعتبر أنها يعني اليوم مهما تقدمت الصين في مجالها التكنولوجي لا تزال بحاجة إلى الرقائق الإلكترونية التي تصنعها الولايات المتحدة رأينا هذه يعني يمكن أن نسميها ربما بالعربي الزكزكات أو النكايات ولكن مع الأسف هي تؤثر على حركة الإنتاج على حركة التسويق على حركة الاستهلاك لذلك اليوم لا شك لأعود إلى سؤالك الصين وضعت لنفسها مكانا قياديا على مستوى النظام العالمي هل ستمكن من الحفاظ عليه في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها في ظل القيود التجارية التي تضعها الولايات المتحدة عليها لست أدري ولكن الأكيد أن العالم اليوم ولسيما إذا أخذنا العالم علمنا يعني الذي يهمنا كمنطقة الشرق الأوسط اليوم هناك صراع بين هل نذهب إلى الصين إلى ما تقدمه الصين من تطور تكنولوجي مهم أو نبقى على مستوى التعاون في المجال الأمني والعسكري وندرك تماما أن الشرق الأوسط في التعاون الأمني والعسكري يتكل كثيرا على الولايات المتحدة نرى اليوم الدخول الصيني من باب النفوذ العسكري يعني اليوم الصين لم تعد يقتصر اهتمامها على توسع نفوذها في المجال الاقتصادي وندرك تماما أن هذا الموضوع بدأ منذ عام 2013 و13 عندما طرحت مبادرة الطريق والحزام والتي أنفقت عليها مئات أو آلاف المليارات من الدولارات حتى عام 2027 خصصت لها اعتمادات وكل ذلك في مجال الاستثمار في مجال فتح الأسواق في مجال الاقتصادي والتجاري ولكن هل هذا فعلا هو الهدف الأساسي للصين أو أنه هناك تطلعات لتوسع في المجال العسكري الأمني السياسي وقد بدأنا نرى مثلا في المنطقة لدينا العقد مثلا الموقع بين الصين وبين إيران على مدى 25 سنة بدأنا نرى هذا الدخول هذا الانزلاق نحو مناطق نفوذ لم تكن في السابق موجودة على الخريطة لوجود الصين نرى مثلا نأخذ مثلا لبنان كمثال هناك المحور الذي يطالب بالتوجه شرقا بالتوجه نحو الصين يعني الاستغناء عن الوجود الأمريكي في المنطقة أو على النفوذ الأمريكي في المنطقة لذلك أنا أعتقد أن هذا الصراع سيستعر أكثر فأكثر سيما وأن الصين لم تتوقف رغم الجائحة ورغم يعني التباطئ يمكن الذي واجهته لم تتوقف عن الاستمرار في استثماراتها على مجال البحث على مجال التطوير على مجال الزهاب وكما قلت في بداية مداخلتي يعني بدأت تعمل على تطوير الجيل السادس يعني أين نحن؟ سيدة سيدة سابين سيدة 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 سيد